يجسد التاسع من حزيران محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث إذ اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني في مثل هذه الأيام من عام 1999 عرش المملكة الأردنية الهاشمية لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة وإعلاء صروح الوطني وصون مقدراته ويتطلع الأردنيون في عيد الجلوس الملك الخامس والعشرين إلى مواصلة مسيرة العمل والريادة والإنجاز والإصرار على البقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضض أبناء شعبها وقيادتها الرشيدة ويبذل جلالة الملك جهودا كبيرة لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات كما يواصل جلالته سعيه الدؤوب لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات إلى الأشقاء المحتاجين في القطاع والوصول إلى السلام عادل ودائما في المنطقة